السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز البط بتاعك يبقى يومه بعشر حرفيا وتبقى صحته حلوة جدا ووزنه جميل وعمال ماشي في وشه وتحويل اوزان عالي قوي قوي. نازم تشوف الدورة دي بتاعة البط لان احنا ما شاء الله من اول يوم يعني انا قلتلك كل كل الحاجات الاساسية اللي هتأسسي عليها البط يمشي معاك ما شاء الله ما فيش اسهلات ما فيش كساح ما فيش مشاكل ولسه هنكمل مع بعض ان شاء الله بحاجات تانية مهمة في كل مرحلة على حسب المراحل اللي هيعدي بها البط بتاعنا اهم حاجة للبط ان انا اولا اكون شريعة نوعية كويسة يكون تهجين عالي طبعا الانواع الموجودة كلها تهجينات البط البلد دي معروف يعني البط البلد اللي هو السوداني ده معروف بيبقى متربي في البيت وكده ده بياخد وقت معنا في عشان يشيل وزن من حوالي خمس لست شهور علشان تلاقي فيه اوزان عليه اما البط السريع فهتلاقي البط المسكوفي بياخد من 3 الاربع شهور البط المولر او البغال من شهرين ونص لتلاتة والبط الفرنساوي ربقين حمرة من شهرين ونص لتلاتة دي اكتر انواع بط بتشيل اوزان معان بعد كده بقى الانواع التانية الشرشير والبيور والشروفان ومش عارف ايه الكلام ده كله في الغالب بيبقى انت وحظك وعلى حسب اه يعني التهجيم بتاعه برضو فدي الانواع المضمونة المسكوفي المولر المولر الفرنساوي ابو عين حمرة او فيه الماني برضو بعين حمرة اجيبه من مكان موثوق منه احافظ عليه اول اسبوع من تاني يوم احط له عشف في المياه يعني هو بيشرب كده المكان اللي بيشرب فيه اه حاجة بسيطة كده احط فيها لقمتين ثلاثة اطاعه اقود البط بتاعي على العيش من تاني يوم على طول اه بحط له علف طبعا تركيز ثلاثة وعشرين في المياه لو عندك امكانية جيبي علف طمانتاشر او موجود حواليك يبقى احسن علف طمانتاشر ده حلوة للبط اه بعد عمر اه لاشين يوم ممكن تكملي بعلف واحد وعشرين او تكملي اه بعلف اه تمنتاشر بعد عمر عشرين يوم او ممكن تخليه لمدة شهر حسب دورة البط لو البط دورته قصيرة عشرين يوم خمسة وعشرين يوم هيكفه لو البط دورته كبيرة زي المسكوفي فالافضل ان احنا نخليه لمدة شهر عايزة توفاري بقى يبقى هتشتغل زي ما احنا بنشتغل كده اه بنحط بداي العلف استقبلنا العلف من اول يوم ببداي العلف عايزة تشوفي الدورة دي من اول يوم اكتبيلي في التعليقات ونحط لك الرابط بتاعها من اول يوم ايه الحاجة اللي ممكن نحطها للبط البط معنا النهاردة عمر 8 ايام بسم الله ما شاء الله جميل جدا جدا وسابق سنه فعلا اه انا الكنزة او السر الحقيقي اللي بيخلي البط معايا بالشكل ده هو شوية العيش اني شفين دور العيش اللي بيفيد انا بنشفه كويس في الشمس من الجن ما يكون معفن او او عالي اي مشاكل اه وبعد كده ببدأ ان انا احط عليه شوية مياه واركنه ساعة ساعتين على حسب الوقت اللي هياخده العيش بعد كده بيبقى عامل زي السفينج بالزبط هديف عليه شوية اضافات بسيطة خالص خالص هتبهرك وهتفرق معاك جدا جدا في البط وكل اضافة هقولك تعملي فيها ايه الحاجات دي ما شاء الله رفعت معايا البط بسرعة خطيرة جدا وان شاء الله تشوفوا الدورة جميلة قوي قوي متكاملة يعني كل الحاجات اللي بنت بيحتاجاها للبط بتاعك هتلاقيها مش معنى اللي بط بيحب يعكعك ويبهدل ان انا سيب المكان تحتيه مبلول او انه البط بتاعي ينام بطنه على حتة فيها ميا دي اكبر غلط واختر حاجة واكتر مشكلة للبط طبعا من عمر خمسة ايام استخدمنا للبط الخل والخل ده ما ينفعش ان انت تنتهمي ليه ابدا علشان تحافظي على البط بتاعك علشان تحافظي على الهط مش انتو بتحبوا فاتح شهية الخل ده يعتبر فاتح شهية وارخص حاجة ممكن تحطيها للبط من عمر خمسة ايام نبدأ احطه كل اسبوع 3 ايام وربعة كل اسبوع 3 ايام وربعة برضو هحط حاجات تانية دلوقتي على اللقش الحاجات دي انا بحطها بشكل منتظم علشان احافظ على البط بتاعي ويفضل معايا كده ما شاء الله حاجة جميلة من ضمن الحاجات دي الكركم الكركم برضو جميل جدا بيتهر ويعقم بس الكركم طبعا بحط يومين انا مثلا هحط الخل على الميا وحط الكركم على العيش زي ما تشوفي دلوقتي وزي ما وردتكو قبل كده بدم حطيت كركم يفضل ان انا احط برضو ايه معلقة زبادي لو البط لسه صغير ماكملش تمنت ايام اما لو البط كبير ومكمل التمنت ايام فانا هحط خميرة على المياه الزبادي هحطها هنا على العيش مع الكركم عادي جدا الكركم اذا قضى على البكتيريا النفعة فالزبادي هيكددلي البكتيريا النفعة بحط نص معلقة صغيرة بتغنيك عن امراض ومشاكل بتفتح شهية البط تخلي البط تأوزان وماشاء الله حلوة قوي قوي الاكل يبان عليه انتي ممكن البط بتاعك ياكل والاكل ما يبانش عليه بسبب المشاكل اللي احنا مبناخدش بالنا منها اللي بتبع عند البط كم حاجة بسيطة اللي انا قلتهم لكم في الخلال الدورة دي يعني لو انتي لسه ما شفتهاش اكتبيلي في التعليقات تحطيلك رابط الدورة كاملة الحاجات البسيطة دي هي التزمي بيها وهتشوفي احلى بط بس معاها حفاظ على درجة الحرارة والحفاظ على البط من البلل مثلا ارسل في الجيل ده يعتبر سر من اسرار نجاح دورة البط من ساعة ما بدأت استخدمه مفيش مرة الحمد لله حصلت مشاكل عندي المعاوية بالذات القرص ده بطحانه على تلاتة لتر ومية كل اسبوع لو قاية لو قاية كل اسبوع مرة او مرتين كوي قاية لكن لو علاج ده لما البط بيكون عنده اسهالات وانتي مش الفهمة الاسهالات ديت ايه يعني بيأكل وبيشرب وكل حاجة بس مثلا مش بيتحرك بيأكل وبيشرب ركزي معاي بيأكل وبيشرب كويس جدا بس مكسح بيأكل وبيشرب بس يعني مش باين عليه الاكل عنده اسهال غريب اسهال الوان اشكال الوان ارس الفلاجل ده هيبقى الحل هتحطي ارس الفلاجل لمدة اربعة ايام ارس الفلاجل على تلاتة لتر ومية لمدة اربعة ايام وانسي كل المشاكل اللي عنده هتلاقي البط فاء وراء وقام وبقى زي الفل مثلا الارس ده اللي هو DCF ده انا بحطه للبط بتاعه علشان احافظ عليه من الكساح كبديل للشمس لو انا مش عايزة اطلعه في الشمس لان البط لازم لازم بعد عمر اسبوع او عمر عشرة ايام لازم هيجي كده فترة لازم يطلع في الشمس لو ما طلعش في الشمس بيتكسح طيب انا احافظ على البط بتاعي ازاي ما يتكسحش بالقرص ده اسمه DCF ناس كتير قالت ورهولنا شكله ايه القرص ده كمان هيخلى البط بتاعك عامل ازاي الخروف يعني البطة الواحدة ادي كده لانه هو ما شاء الله بيكبر عظم الجسم جدا جدا ما شاء الله ازاي ما ازاي ما قلتلك لازم احطه عشان دي الحاجات انا بعملها بشكل دوري فحبيت اجمع عليك النهار ده واقول لك ان انا بعمل كل ده مع بعض ازاي احط الخل على المية الصبح ماشي احط الفلاجيل اخر النهار الفلاجيل بحطه مرة الD3F بحطه من ورا بعد الكوركم بحطه على العيشة هون ومعلقة الزبادي برضو هحطها على العيش هبيت اواريك التنصيق بتاع الموضوع يعني ازاي كل الحاجات دي بتخليك في الاخر تاخدي بطة ما شاء الله لقوة الا بالله طيب انت عايزة تضيفي اضافات للبط لسه مش دلوقتي احنا الوقتي عمر 8 ايام البط معنا لازم ندلعه شوية ونقسسه هو صغير وبعد كده نبدأ ان احنا ايه نزبط التاني برضو الكمية العيش دي بتوفر معاك جدا جدا في الاكل وفي نفس الوقت بتزداده